السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة طبعا كلنا تابعنا وشفنا بارح أولى لقاءات المنتخب الوطني أمام المنتخب الزنبابوي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 تابعنا وشفنا كمان الحفل الافتتاح الرائع واللي كلنا كيد انبهارنا به وكان مش بس احنا كمصريين تكلمنا عليه ده كل العالم تكلم عليه أفريقيا أمريكا اللاتينية أوروبا كل مكان قارة أسيا كل الناس تتكلم على حفل الافتتاح مش بس حفل الافتتاح انا كمان هنتكلم على أو تكلموا على القرعة بصراحة مجهود كبير جدا من الدولة المصرية زي ما أنا قلت وأفضل أقول وجود سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح في المباراة وأيضا جهود وجهود الدولة السيد الرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وكل القائمين سيد الوزير دكتور أشرف صبحي وأيضا الكابتن محمد فاضل مدير اللجنة المنظمة ومدير اللجنة البطولة كلنا شفنا وبنتابع قدام حضراتكم حاليا صور من مراسم افتتاح البطولة الافريقية منظر مشرف منظر فعلا يليق باسم مصر فعلا يعني مصر تقدر بالجمهور اللي شفناه ده أكيد نقدر وبالإمكانيات اللي شفناه وبالملاعب تخلى حضراتكم كل ده بس تحضر له من أربع شهور فقط لغير في دول بتسعى أنها تحضر بأربع سنين وبسنتين ومش بتعرف الآخر تحقق ولا تطلع المنظر زي اللي حضراتكم شفتوه أكيد طبعا يعني أغنية البطولة ثلاث لغات انجليزية وفرنسية وعربي حاجة مشرفة جدا وكان تفاعل الجمهور معها مبارح والغريب بقى أن أغنية البطولة لقينا أن هي انتشرت قبل حفل الفتاح والجميل أن كل جمهور مصر كان حفظها قبل المباراة وقبل حفل الفتاح وبالتالي كان فيه تفاعل كبير جدا مع الفنان حكيم في الأغنية وكان رد فعلها رائع جدا وممتاز جدا دايما هنتكلم على منتخب مصر على الإيجابيات أو على البطولة بشكل عام في الإيجابيات مش هنتكلم أبدا على أي سلبيات موجودة حتى لو كان أداة المنتخب غير مقنع لكن احنا مكملين وراء المنتخب الوطني علشان خاطر نوصل معه للمباراة النهاية زي ما حضركم شايفين هي دي الحلاوة هي دي مصر هو دا الجمهور المحترم الرائع اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفه في المدرجات بعد البطولة علشان نبرح الكارنفال والاحتفالية اللي كانوا عاملينها منظر فعلا يليق بمصر اللي كان عنده إلي عنده فيسبوك اللي عنده إنستجرام اللي عنده تويتر أكيد هيتابع أي حد من صحابه أي حد من الناس اللي يعرفهم أكيد كانوا موجودين دي الصورة طبعا سياد الرئيس موجود الدكتور مصطفى مطبولي انفنتينو الرئيس الفيفا موجود السيد أحمد أحمد أيضا رئيس الكاف وكل الشخصات العامة اللي حضراتكم شايفينها ومسؤول الكاف أكيد موجودين ودكتور أشهر صبحي وزير الرياضة والعامل جهد كبير جدا وده طبعا صورة أو صور من احتفالات محمود حسن تريزي جيبل هدف الرائع اللي أحرزه في المباراة والهدف اللي منح مصر ثلاث نقاط غالين جدا لكن بعد فوز أغندا النهاردة على منتخب الكونغو أعتقد أن أغندا هي المتصدر للمجموعة فارق الهداف هنتكلم بأكتر عن طبعا هنتكلم بأكتر عن منتخب مصر هنتكلم عن أحداث كتيرة جدا مع ضيفي اللي يكون موجود في البداية وهو الأستاذ جمال الزوري الكاتب الصحفي الكبير هنتكلم معاه في الأحداث العالمية والمحالية هنتكلم معاه أيضا على افتتاح كاسرهم الأفريقية